انتهازية يبقى ديناصور أضف إليه الفقراء تراه طائر الرخ الذي يقاوم الاقتراض طائرة تتحدى المطبات الهوائية قطار مصر السريع نحو العدالة الاجتماعية تعلم من ناصر معنى النصر فاختار النصر شعارا له ظلمه من اعتقده الأضعف هزمهم بإرادة المواطن المحترم ابن الفكر والفقراء هدفه الغنى والثراء للمصريين استضعفوه سعقهم بقوته وقدرته على اختراق القلوب مع العقول استهدفوه مهزوما شامخا اعتبروه الخطر القادم فراحوا يتربصون به لطعنه من الخلف اسمه مرادف للكلام وعلم الإعلام يتوادع بصدق فيبدو فارسا يتغطرس متوابعا فتراه وبراءة الأطفال في عينيه يتكلم ليفرد عليك الاستماع بفن الإصغاء يصمت ليجعلك تستنطقه بما تصدق من أفكار وأفعال حمدين صباحي ابن البحر الأبيض المتوسط هجر للحياة على ضفاف النيل في القاهرة لكنه اختار حياة الصحراء بين بدوسين أو سيوة هجر احتراف الكتابة واختار هواية الكلام صادقا حين يقول مقاتلا إذا أمسك بالقلم وكلامه ألماض ابتسمته ذهب عيار 24 كلماته رائجة قدر إقبال الناس على عيار 21 يرفض بوضوح أن تقول عنه أنه ذهب صيني هو يؤمن بأن الصين ليست زيفا ولا خداعا إنها قوة حقيقية لا تقبل القسمة على اثنين في سوق النخاسة حمدين صباحي غني بالناس والعلم والحلم والطموح فقير عند مواجهة أسرياء زمن الكذب والخداع زعيم في شبابه نقابي حين مارس المهنة ثائر عندما رفع الكثيرون الرايا البيضاء انزلق إلى الخطأ ولم يرتكب الخطيئة عشق الحياة فالتف حوله عشاق الحياة أدمن الحلم فناصره كل الطموحين رفض التسليم فأصبح عدوا شرسا لكل معاني الاستسلام حمدين صباحي عنوان الحقيقة يأخذك لأعلى زي الأسانسير ويهبط بك لأسفل إذا طلبت منه الصراحة يتمرد على الواقع كلما اعتقد الكثيرون أنه جزيرة الواقع تفهمه إذا صمت يعجبك إذا تكلم قادر على مقاومة الكذبين بعدم الالتفات إليهم ولو حاولت تفكيكه ستجده عبارة عن ملايين من البشر الذين أحبهم وأحبوه في ضعفه سر قوته حمدين صباحي يعلم أنه ابن زمن التنظيم الصادق والحس الصادم لا يكترث بالأمطار الصناعية لإيمانه بأن الرخاء تصنعه أمطار الخالق سبحانه وتعالى يخشاه تجار الشنطة والوصوص الماضي والمستقبل ويدهلهم بقدرته على الصمود ويدهشهم إيمانه بالناس والتاريخ وعمق فهمه للجغرافيا ويعرف أن خصومه سيذهبون جفاءا كالزبد لذلك يحاول أن يمكس في الأرض لينفع حمدين صباحي حكاية يصعب ويسهل اختصارها لكن الناس يراهنون عليه ويعتبرونه الرقم الصعب ينتظرون منه الإيمان بأنهم حوله يرفضون توقف حملات تشويهه ربما لأن الدنيا عرفت اسم حمدين صباحي وما عدنه أما الذين يعاندون الحقيقة فهم مشتاقون إلى حيث سجنهم من دفع بهم الشعب إلى خلف القطبان حمدين صباحي مرادف لمعنى الأمل وتفوح منه رائحة الصدق وترافي صورة أزمتك وحلم الخروج هو مجرد مواطن قادر على السباحة فعشق إنقاذ المصريين حمدين صباحي أهلا وسهلا والله ابتوحشنا ربنا أحفظك ربنا أحفظك ربنا أحفظك ربنا أحفظك ربنا أحفظك شكرا على التأديم الكريم إحنا كنا عايزين نقدم التأديم ده في ظرف تاني أنت عارفه ربنا أحفظك على فكرة أنا ابني انتخبك ربنا أحفظك سيقبل شكرا لكم